ازايكم عاملين ايه يا ربي اكونوا بخير? النهاردة جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي ينلقوا اعجابكم. يلا بقى ايه نبتدي الفيديو بتاعنا الجميل. ما تنسوش اللايك الحلو والكومنت الحلو. ويفعلوا الجراز على كلمة الكل عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. طبعا اه في اول الفيديو كده حاب اقول لكم يا جماعة انتو ما بتركزوش لي مع الفيديوهات اللي بنزلها بالنهار. مش ده طلبكو? اه? ولا اجيلكو? اجيلكو يعني ولا ايه? اقولولي. المهم بقى كنت عايزة كده اعمل غدا سريع ليه انا والبنات كان بقى ايه? ابو زياد مش موجود. وزيكا برضو ما كانش موجود. فقلت يلا يا بيت يا فوفا. اعملي كده غدا سريع وكان وراي شوية حبشتكنات بسيطة. فقلت عملها ايه معيكم? الناس اللي دخلك ده بتقول لي ايه? وفقها بشتكنات دي عشان عايزيني بفهمها حاجات. جمع حاجات. حبشتكنات بندلح. كل ما دي بتاعة اتعمى الله يرحمه فانا كنت بحب كلامه قوي. الله يرحمه يا رب. المهم بقى ايه? كان فيديو كده حلو. قلت يلا يا بيت يا فوف اسكوته بقى. اسكوت عشان شغلت الارفرير وقلت هفرح جوزي ايه? بيا يعني. انا قلت له بقى في التليفون اسكت مش انا النهاردة عملت بطس في الارفرير. قال لي الف بركة. انت بتعملي فيها وانا مش موجود. بتقول لها عشان ما تنزلنيش. طبعا احنا كل زعلنا ليبين دول مع بعض. يقول لي انا زي جبت هالك وانت مش شغلة فيها. مهما اقول له ان هي مش بتسايفني عشان العيال وعايز اعمل فطار سريع وبتاخد وقت. آآ مفيش فايدة. مفيش فايدة. فانا قلت كده شاهيص بيها وبقول له في التليفون ان انا عملت بيه. يا بو زيكا عملت في الارفرير. فقلت له عشان اللي تبتعملي فيها وانا مش موجود ولا ايه. النهاردة عملت طريق كفتة كده جميلة يعتبر بكطع البني. يعتبر. يعتبر هي كطع البني. لش جماشي انتو عارفين انا بخيلة بقى ما انتو فاهميه. بتعلم التريق عليهم شوي. فقلت ايه. آآ هعمل كده البني اللي انا طلعته مش البني. الكطع كده البسيطة اللي انا ايه. آآ طلعتها من بواق البني وكده. هتشوفوا معي بقى صبور. وهم بقى كميلي الفيديو كده وربنا يساعدكو يا رب ويخليكو وديكو الصحة. تتحرموش منها ابدا ابدا. دخلت بقى على البلكونة وانا كنت ايللكم بيرح ان انا هموت وانضف البلكونة. بس ايه? يعني عشان الغسيل اللي كان محطوط انا مكنتش عارفة نضفه. يعني انا اعتبر شلت الغسيل اللي جوه البلكونة وعايز اقولكو بره البلكونة فيه غسيل. هو الشي تيخش عليكي الهدوم ما بتنشفش بقى بسهولة. آآ خلاص انا قلت هنا شوية وهنا شوية. فقلت خلاص مش مهم اللي برا مش هيتعفر مني. عشان بصو كان فيه ترابه كده والبلكونة كانت مبهدلة. وانا كنت محتاجة ان انا نضفها كويس عشان ما تدخليش على القودة بتاعت العيل لاني طبعا قودة العيل من خليها بتبرق كده معيكو. لو ان توقعتولي الفيديو. انا زعلنا منكو قوي على فكرة يا. زعلنا منكو ينفع كده. يعني الفيديوهات اللي نضفت فيها القوض معيكو. يعتبر انتو وقعتوها لي. ينفع الكلام ده. ينفع. بس الفيديو ده هينزل وراه على طول. ان شاء الله الفيديو بتاعته انضفات قودة العيل. لكن آآ بتاع قودة النوم بتاعي مبارح ما عرفش ما عجبكمش ولا ايه. فين المشاهدة بتاعتكم الحلوة. قلولي يعني فين? فين? قلولي عبال ما تخلص الريسيبشن يا وفي. بس هعمل ايه بقى? هعمل ايه? هأجيله لحد ما ما شوف بس هخلصوا امتى? نمحوطة كده على القوض وبصوا اعدالهم كده زي جيتا. خليت البلكونة بتبرق بتبرق يعني فل فل لقشطة. المهم هنا آآ كان في بقى غسل في البلكونة من جوة. فانا شلته طبعا الاول. وقلت هتبقوا معيكو. لكن الغسل اللي كان بره كان مبلول يعني. فقلت اسيبوا براحته. ياخد راحته على مهله. محدش هيقوله انت بتعمل ايه? وكنت بقى ايه? عمال اقول يا ربي انا بصوا انا طالما جوزي بيش ماجود بكسل ان انا اعمل اكل. انا يليلكوا الكلام ده واستروا عليه. ماشي ماشي بس انا طلعت شطرة النهاردة وعملت. بنت شطرة كده وابلت مية مية ماولكمش. مهم ان انا عملت اكل وفاض نص الاكل اللي انا عملته من انا والبنات. عشان اكلتهم يعني ضعيفة وكده. وانا كمان بقيت ضعيفة يا ولاد. ايه ضعيفة? فين الشتة كان بيخش علي واجيب الرنجة واجيها? صد انا بقى ليكتل ما جيبتش رنجة? او والله. لأ لعم يحتاج حتة رنجة كده حتة ملوحة. بس ربنا يسطرع عن معده واللي فيها. ينفع الكلام ده ولا مينفعش? لأ. خليك يا بنت كده ربنا يهديكي. لحد ما نروح للدكتور نشوف الكلام ده ينفع ولا لأ. بلاش لغبطة. او الناس اللي عم تقول لي يا وفق ما تشربش القهوة يا جماعة سلموها لله انا مش عارف عايش حياتي من غير القهوة. قلو اللي عملي ايه طيب? الناس المدمينة القهوة زي عارف انا بقول ايه والله? انا يا جماعة ضغط بيوطى لدرجة الهبوط والله العزيب. ولما بيعلى بيعلى مرة واحدة يكفيكو الشر. اني غير تضرب في السقف. عنديش وسط. بس اكتريت الوقت انا ضغط واطي. فبضطرني ان انا اشرب القهوة تديني بور شوية وتصبت دماغي. يا عامل ايه طيب? يا عامل ايه? المهم قلت بقى ايه? عاود في القذن نجيفها الامورة اللي اللي بصوا كلها كده ايه? اشتا اشتا جيه. خليتها فلها معيكم. ازاولكم ان انا عملت قذة العيال بس الفيديو هينزل لكم بقى ان شاء الله بعد ده. اه يا نايمة. اشوف ده اللي هنزله الاول ولا هودة العيال. المهم انا جهزتلكو فيديوين عشان هنزله من شاء الله. بصوا بصوا انا شغلة وبت شطرة والباور خدنا والحمد لله وانتو مش مش متنشاطين كده معي. مش مشجعيني خالص. المهم طبقت كل الرسيل ده. وقلت يلا يا بيت يا فف عشان تخشي ايه? للمطبخ. انا طبقته. وصفرت كده للبت هنا. قلت لها يلا بسك عليه. شيل الرسيل ده عمل ما ايه? عامل لكم الغدا. عايز اقول لكم البطات اللي انا بجيبها معيكو ديت. بتنفعني فعلا جدا جدا في الغدا السريع اللي زي كده. لا لسه هقشر ولا هغلب ولا بتاع. على طول. في الالاية الكهربائية وحديفي وخلاص. بس استداء يا جماعة انواع البطاتس فرقت برضو في الالاية الكهربائية. اللي هو ازاي? يعني انا البطاتس اللي جيبتها قبل دي. لقيتها بتتبل كده في الالاية الكهربائية. مش عارفة بقى اي انواع البطاتس ولا في ايه بالضبط. بس انا قلت اكيد النوع. يعني انواع حطي فرق. دي حطيتها المرة دي وعلى فكرة من غير زيت. والتانية برضو حطيتها معاكم من غير زيت. ما خديتش وقت. وانا كنت بعاني من موضوع الوقت ده. لا ما خديتش وقت والله. وتحمرت كده وبقى الجميلة. سبحان الله شمعنا التانية. وناشفة بقى وحلوة. لكن التانية كانت طرية. تعالوا بقى ربكو كده طريقة الكفتة الجميلة اللي احنا بنحبها من بوائي كده كطع الفراخ او كطع البنيه اللي عندك يعني. عندي دي كتير والله كسر كده عندي وانا عايز اعمل معكو شوية قرائش كده ولا قرص اي حية كده. نغير كده في الفطار ان شاء الله. نخلص بس نخلص على الشقة قبل ما تخلص عليه. وبعد كده نشوف الموضوع ده. هنا بقى بتحطي ايه ففة حطيت كده اللي هو البصومات المبشور او البجتار اللي بتعملي بالفراخ عمتها. اللي يعني بترتحي له. انا عندي اللي هو البصومات دوت. وحطيت شوية دقيق. وحطيت التوابل بتاعتها بارعا بهارات. وكمون. وشوية فلفل اسود وملح. تمام? وقلبتهم كده مع بعض. جبت بقى بسلتين. بسلتين حلوين كده. او ما حلوين اوي بسلتين. يعني بصلية او بسلتين بالكتير. كفاية اوي. عايز اقول لكم وجبة غزائية محترمة والله العظيم. يعني اعتبر عملت غدا كده مما فيش. اهو. ليش اجي ماشي انا بخيلة. ما بأكلش اياي. اللي بيقولوا علي بشممهم من الاكل. معلش. النهاردة هشمم من البنات الاكل. وهسيبه لابن الزياد وابن الزياد يعني. اتنين يشموا. اتنين يأكلوا. والله ما عزي. انا بيت اخد كل الكلام ده بضحك. ولما طلقت اتكلمت معاكم والله على الكومنتات الغريبة اللي جات دي. قال لك انت باركو بس للواحد بيشوفو. مش موضوع بنيديهم سيارة ولا حاجة. لو بنيديهم سيارة يبقى احنا نوقف شغل. هم يعني معنا اللي هم بيقولوا ان احنا نوقف شغل ويجينا احبوط. لا 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 احنا بناخد الكومنتات دي بالطريقة وخلاص. المهم هنا فرمت بقى البسلطين. اه فرمة كده محترمة. بصي كده. لازم ان يتفرموا فرمة محترمة. الكبه بتاعتك مش هتفرمهم حلو. يبقى تبشريهم. فانا عارفة ان الكبه بتاعتي بتعصر الحاجة. قلت يلا يا بيت يا فوف. اه مش لسه هبشور مش قادرة بقى. انا كبيرة هي بصلايا بشورها وبكلم نفسي. خلق ايه قوي. بص حطيت هنا بضاية. وحطيت شوية لبن كده صغنانين خالص. تمام? واجب ببص وزائية. حلوة جدا. اسمع ما الدكتورة وفيق. حطي اللايك لو نسيت عشان نزعلش كده مع بعضين. وهنا بقى حطيت البصل اللي احنا فرمناه او اللي احنا ايه بشرناه. اهو. تمام كده. لا عليك يا بيت يا فوف. اكنك هتدبل البنية بالضبط. لما بيفيد مننا هنا بقى بصوا دي الكطاع البنية اللي فاضت اللي انا قطعتها من من بواق البنية ومن حتة الفراخ كده يعني. حابة كده بصوا قد كبشت ايدي كده. حابة صغنانين خالص. هيعملوا ايه دول يوفاق? بص شوف وفاق تعمل ايه انا هبهرك دلوقتي. حطيت برضو هنا التوابل. اللي هو ملح فلفل كمون بهارات. وزبطتهم كده. قلت لأ 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 لأ. ده مش اه لا. عايزين بقى ايه? الكلفز كده عشان دخلين على العملية. بس يا بيت الكلفز شالين بصمات. ايوة كده. ايوة كده. معلش انها رفع البصمات بعد الاكلة دي. المهمة اللي بقى تقليبة حلوة. دي كي بتقلب احسن من المعلقة كمين. بس انا ما بقى مش عندي الكلفز ده بقى ايه? مش عايزة بقى تل ايدي. بيت التنكة دي مش عارف. مهمة انا حسيت لا محتاجة سنة ملحي تاني عدت ايه? اه حاطيته على البتاع ده. البصمات والكلام ده والدي. مهمة هاخد بقى ايه? شوية كده محترمين. هفضل اخد منهم شوية شوية على الكطع البني ديت. الخلطة دي الكفتة اللي احنا نعملها. لحد ما تحس انها بقيت متماسكة كده. اهي. يعني بتتلمي في ايديك. هتبضل يتحط لحد ما تحس ان هي هتتلمي في ايدك. طريقة سهلة جدا وجميلة وتنفعك بقى في الزنات اللي زي كده. هنا زودت شوية بصمات لاني لقيته ايه? قللت منه كتير يا. خلاص كده خلاص كده. نقعد بقى نصبع كده. اهو. لا ينور عليك يا بيت يا فوف. بيت ست بيت شطرة مدبرة يا بيت. انتي. انتي بيت مهمكيش حد الله واكبر عليك. بالصالة النبي عليك كده. انتي بافيز زيك اتنين. تسمعي مني. مش يا جامعة. المهم الكفتة بقى بصباحها وحطها تاني في الايه? في الخلطة اللي احنا عاملينها ديت. بقى بضرها بيها. عشان لما تحطها في الزيت يبقى جميلة كده وما تفقش معك. وكمان لو عندي وقت كان ممكن ادخلها بقى بعد ما عاملها كده في التلاجة شوية. ترتاح. كان لازم انترتاح. بس انا مريحت عيش. انا مريحت عاش خالص. ما اديتقاش فرصة يعني. ولاني كنت داخلة متأخر. ومحترق اعمل ايه? في تقارت الطبق الامر ده. قلت هو ده الطبق ايه? اللي ينفع في الزلقة اللي زي كده. والحمد لله نعمة وريضة غيرنا مش لعينة. الحمد الله. ربنا يلطف يا رب باهالينا كده اللي عندهم حروف في البلاد اللي حوالينا. وربنا يا رب ينصرهم يا رب. قولوا امين. بس. ده احنا في نعمة ومسطورين ومدفين ومتهنين ويعني في امان. الحمد لله. وامي هنا بيت فف صباعت ومسو اهو. جا ده عايبت. طلعت لي بسم الله ما شاء الله والله ما فاكرات دي. طلعت لي كمية حلو. يعني هو نص الكفتة دي فضت مننا كمان. عادي لو حطتها في التلاجة من تحت وجيتي تاني سخنتها في الارفرير هتبقى زي الفل معيك. يعني كانت كتير علينا يعني. هنا برش شوية بقى من الخلطة دي ان ايه لما اجي ايه اللهم صال على النبي. لما اجي ان انا قليها تبقى مسكة كده نفسها. ايه حطيت القصة على النار بقى ايه تسخن. عبال مليم شوية الموعين دول كنت غسليهم عشان طبعا بقى فيه موعين في الحون. فقلت لأ قليم شوية النضاف دول احافز كده عليهم وانا بسه انا يعني المكان اللي بيت انا نضافه في الشقة مش يا بطبطب عليه كده. اعمال احافز على المطبخ على دي مقدر عشان ما تعبش فيه تاني. يبقى تنضيف كده على الماشي يعني. بس تشلت كل الموعين اللي في الصفية قلت عشان ما تتبهدلش ايه. لان الحوض عندي صغير. عبال ما اجي اخسل شغية تانية ممكن دول يتبهدله. لأ. ليه مش كده بقى. هنا بقى حطيت الكفتة كده. اهو. يميلة لها تفك معيك ولا حاجة ما تخفيش. وما قولك ما تخفيش اسمعيك لامشان ما جلكيش. اتي خليه مطابعة جديدة بتقول لي وفعنا حبيتك انت بحبوحة كده. بحبوحة كده وزيل. اختي جميلة استدقى كلمة جانا ننستها. فقاليك تنمس متاش. يعني نبص وقلبت البطاطس ورجعتها شوية تاني في الارفراير. كانت خلاص. يعني هيك اتقربت تستوي. قلت بقى يعني شوية صلاتة خضار كده اللي هو ايه. كانش عندي الاخيار بتاع ده. وطماطم. على كده كده يقول اللي اتنين دول بس. لو اني انا مش عارف يعني انت تتلغباتي والله في الدنيا دية. اللي هو ايه? مفروض الطماطم جي غلط على جرسمة المعدة. اللي انا شفته وقريته يعني ما عرفش بقى صح ولا انا انه شفت الكلام ده. فالدكتور لقيته بيقول لي كولي طماطم وخيار. انا حاسة ان ابو الزاد مسلطه علي. اقولت تفتكروا? الدكتور كده بيدريني. ده لما اروح له. اقول له انا عرفت ان هي ايه? اه غلط وضرر ازاي قلت لها كلها? انا عايزة افهم برضو يعني. انا انا خايفة لا يكون الراجل ابو الزاد ده مسلطه علشان ينهي علي ويخلص مني. انا اشوف الموضوع ده مش اسكت. انا مش اسكت يا ولد. ممي بعنا معي كده فيديوهين مش عارف الفيديو ده اللي هنزله بالنهار ولا التاني بالليل ايه ايه اللي اتنين هينزلوا ان شاء الله بالبركة كده. ممي شوفوا الفيديوهات اللي بتنزل بالنهار عشان ما ازعلش منكم. ازعلوني كده. عضعيط كده. وكده ويصعب علي ناسي. اصعب علي مين ناسي. بصو بقى تلاقيت جميلة. جميلة والله العظيم. فرحت جوزي على طول اتصلتي بالطول اسكت اسكت باركلي. انا انا عملت في القرف رايل. قال لي الف بركة. قال لي ربنا هديكي. ان شاء الله ليه بيقول لي ربنا هديكي. ارديكو? بيبغدين عنينا فكرة كده ان احنا ايه يعني ايه? اصدقهم ايه الرجالة دول الزومي انا عايزها فميعي. اه هنا. اعملت شوية الصلاطة كده وروحت جريت على الكفتة بتاعت شلطت لها امر ريحتها جميلة يا ولاد. والله العظيم ريحتها جميلة. ابنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها كده من الزوال ان شاء الله. ريحتها روعة روعة. هي بتتعمل كده. يعني هو يعتبر كطعة بنيه. يعني كطعة ولا كتعتين كده متقطعين مكعبات صغنونة وبتعمل بيهم. مش احنا لما بيفيت بنيه منينا متقطع كده من قوم عاملينه حتتين كفتة ولا ايه? ولا بنرميهم يعني. انا كانت خلاص اتحمرت متاخدش اصلا وقت. بس انا ما بقلبهاش الا لما بتتحمر كويس يا. اهو. طلع يا بيتش يا فوفا كده صفي كويس يا بيتش ان الزيوت دي غلط عليك. اسمعي كلام المتابعين عمليني يحذروك وانت يا فيش فايدة فيك. يا بقى عامل ايه طيب? قولولي دي عاملها ازاي انا? قولولي. يا لازم انت اتقل. ام حضرت الغداء الجميل ده. الحمد لله يا ربنا ايدمها يا رب. بصوا كفتة. بصوا جمالها. ما ارمشها بقى من برا. وهشة كده من جوة. جميلة جميلة جميلة. الا لو سبتها ترتاح شوية في التلاجة. متسبيها ترتاح شوية ما تقلقهاش. تعمل ازاي وفاق. وهنا قلت هلمي بقى شوية الموعين دول. اهو. قلت يلا يا بيت يا فوف خلي المطبخك كده امر يا بيت. طبعا باشكر المطابعة حبيبتي اللي قالت لي هاتي يا وفاق السلكة اللي هي دي. لاني نفعين. نفعين. لان انا بدأت اقنع نفسي بيه. رغب ان اقول لكم انا مش بتعود عليها ومش بكطنيع بيه. اللي هي السلكة اللي مش عارفة بتسموها ايه. اللي هي عامل زكية طاعة دي. فرحماني بقى ايه من السلك الالمونيا. يعني السلك الالمونيا اطلعوا لما يكون فيه حلل الالمونيا. اطباق الالمونيا مثلا فبحتاجي ان انا دعجي. لكن دي للاطباق مثلا اللي كده الكلام ده. بس. لكن السلكة البلجي بقى للالمونيا كده دعاك كده ورقي وخليه امر وبيوبرق كده. متعب الالمونيا في كده. هو ده يتعب يعني ما يعني اوحش حاجة فيه آآ رسيله. رسيله بس. المهم رمي شوية الموعين. وكان فيديو كده بسيط كده. طبعا ما عايز اقول لكم ايه? انا التوصة بتاعتي الزيت. لما اه لما مسلا بقى لي فيها مرة والتانية مش اقول لكم كل مرة. لا. يعني ممكن اقلي فيها مرة او حسب مزاجي والله. الساعات المزاج يكون حلو. لو ان احمر فيها وصفي الزيت منها بعد كده اغسله وارجعه فيها تاني. كمين بتعمل زيه. كده انتم ستات شطر وانضاف كلكم بتعملوا كده. واحسن من كده كمان والله. ربنا اديكم السحر. فالنهار ده بقى قلت هعمل كده. اهم حاجة ان انا خلصت الموعين. وصبنت الحوض ونسيتها. وضغصت اول من نفسي. لاني انا مصبنت الحوض. قلت ايه خلاص. خلاص كده. بلتفت. افتكرت ان انا ايه? مصفية الزيت منها وهصب لها. بس هنعمل ايه? صبنتها برضو. عشان تكون اللي حاجة كده تكون نزيفة كده اول باول. بحب النظام. بحب الترتيب. حتى في في تنظيفات معيني زي كده يعني. حطي اللايك. حطيت اللايك ولا لسه? احنا في ديال التمانوشر. ديال ايه التمانوشر? ليش يا اختي. حطي ديال. حطي ديال. حطي اللايك عشان ايديها التمانوشر. ايه. لو حد يجد معي يقولي هيستة دي ملها. ملها بتتكلم كده ليه? يخش يقولي معليش ربنا يلطف فيك يا رب. او الله يقولولي ربنا يلطف فيك. اندهولي او ليه? اندهولي عسل اللي بينشوفه كتير قوي. اللي بينشوفه كتير قوي. يهو صبنت بقى الموعين. اول باول كده. الهاسل والموعين. تعبونا. هلكوا صحتنا. اخدوا صحتنا كلها. ما بيخلصوش برضو. ما بينتهوش. اهو. هنا بقى صبنت بالصابونا البلدي كده? اهو. اشجعوني يا جماعة فكروني. قولي لي يا وفاق يلا اعملي معنا الصاج الصابون اللي انت هتعمليه من الزيت المستعمل احسن. يعني بنساي. نزاست الزيت مش قدامي وانا عملا هنساي وفيش فايدة. اهو الله. اقول شوية اقولها عمله عمله وانسة برضو. فيش فايدة في النسي. هنا خليت الحض امر بيبرق. بيبرق. وبعد كده افتكرت ايه? الكارسة اللي محتوتها عروخين. قلتها فيش فايدة. فيش فايدة. الحض ده ما بيروقش ابدا. ابدا. اهو. طول النهار عايز اجيب كرسي وعضلهم هنا. طول ملاعة اخسر. اخسر. المفروض ما اقومش من ده من الحض ده. هنا بعد عاكت كده الطوصة كده. خليتها زي الفل. وبرجع ارجع فيها الزيت تاني بنظافة. بكون صفيته بقى. وارجع بنظافة. الحد ما يخلص واجدد الزيت تاني. بس. تمام? تمام. اهو كنتم صفية في البتاع الصغنونة دي. بس. نظافة حلوة يا جميع النظافة من الايميل. حطش اللايك يلا. وان ببعلكم عالفة سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.